السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد من سلسلة الاستعداد الامتحانات الاقليمية بالمستوى السلس الابتدائي وغمقوا دائما مادة الرياضيات في الجزء للأعداد والحساب وكيف ما اصبق لنا وشفنا في الفيديوهات التي سبقه وصلنا للمرحلة لاننا كتلاميذ اخذنا فكرة شاملة حول كل ما يتعلق بالأعداد الكسرية وفي هذا الفيديو الرابع سنحاول ما امكن ان نتعلم كامل كيفية القيام بالعمليات الأربع على الاعداد الكسرية اذا لنضع العمليات على الاعداد الكسرية من اللي نقول العمليات كنقصد بهم العمليات الجمع، الطرح، الضرب وكذا القسمة الاعداد الكسرية اخذنا عليهم فكرة في الفيديو الثالث اذا في هذا الفيديو سنحاول ما امكن ان نتعلم كيف يمكن لنا نقوم بالعمليات على الاعداد الكسرية سواء العمليات الأولى اللي هي حساب مجموع أو طرح الاعداد الكسرية او العمليات الثانية لحساب جداء عددين او عدة اعداد كسرية اذا في هذا الفيديو سنحاول ما امكن ان نتعرف جميع طريقة اللي غنقوموا بها باش نحساب الجمع أو طرح الاعداد الكسرية اذا الجمع وطرح الاعداد الكسرية وطرح الاعداد الكسرية اذا سوف نحاول ان نقوم بعملية الجمع العددين الكسرية اولا الآن هو انني نأخذ واحد الاقزامبل بحالة الاقزامبل يكون عندهم نفس المقام يكون الاقزامبل يضمن عددين كسرية لهم نفس المقام مثل ا تلساوي 5 على 12 زائد 9 على 12 5 على 12 عدد كسرية البسط 5 المقام 12 9 على 12 البسط 9 والمقام 12 اذا هذا المثال يتوفر لي على نفس المقام طريقة اللي غنقل فلن يكون عندي عددين كسرية لهم نفس المقام لم يكنها تمشي بالمقام وانما نقوم بعملية بسيطة هو انني نجمع البسط نجمع التعبير الأول زائد البسط ذي التعبير الثاني اذا لدينا A تساوي 5 زائد 9 على 12 وانني مادم عندهم نفس المقام ادمجتهم في مقام 1 وهو 12 ودرت عملية الجمع بسيطة عادية كما نديرها في الاعداد الصحيحة الخطوة اللي غنقل من بعد وانني سنقوم بالحساب هذا العدد اذا سنقوم بحساب خمسة زائد 9 ستعطينا 14 على 12 وهنا وصلت لعملية الجمع عددين كسريين لهم نفس المقام اذا لكي نفهم اكثر عملية الجمع عددين كسريين لهم نفس المقام سنأخذ جميع التطبيق هذا وسنقوم بحساب هذه الأمثلة وحسب ما يلي تقنية الجمع سنأخذ المثال A هو مثال لعددين كسريين يتوفران على نفس المقام اذا نقرأ المثال لي A تساوي 7 على 13 زائد 9 على 13 7 هو البسط 13 المقام العدد كسريين الثاني 9 هو البسط 13 هو المقام اذا سنقوم بالنفس العملية التي تبقى في المثال الذي أصبح هو أنني سنحاول ما أمكن نرى مدام أننا عندهم نفس المقام المقام مشاركة الذي هو العدد 13 إذا يكفي أنني نجمع فقط البسط للتعبير الأول زائد البسط للتعبير الثاني ونقوم بعملية عادية 7 زائد 9 تساوي 13 إذا 7 زائد 9 هي 16 على 13 في هذا المثال سنكون توفقت أنني عرفت كيف نطبق تقنية الجمع عددين كسريين لهم المثال الثاني الذي هو B سنتعلم كيف نقوم بعملية لجمع عددين كسريين ولكن الاختلاف الذي يوجد هو أن هذا المثال لا يوجد نفس المقام الخطوة الأولى نقرأ المثال بشوية B تساوي 6 على 12 زائد 4 لسا العدد الكسري الأول البسط 6 و المقام 12 العدد الكسري الثاني البسط 4 و المقام من خلال القراءة الأولية يتبقى لي أن العدد الكسريين ليس لهم نفس المقام قبل أن أبدأ عملية الجمع سأحاول العددين الكسريين لهم نفس المقام سأقوم بعملية توحيد المقام وهي التي رأينا في الفيديو الذي سبق سنحاول ما أمكن نقرأ المقامي العدد الكسريين لدينا 12 و المثال 12 أعرف أن 12 من المضاعفة إذا ما هو العدد الذي نضربه في الساعة يعطيني 12 نقرأ هو جوج و هذا كامل لكي نصل المقام للمقام يقوم ب 12 إذا ضربت المقام في الجوج نضرب نفس العملية إذا سأقوم بعمل في الجوج 8 و 6 في الجوج 12 إذا هذا العدد سأقوم بعمل على 12 عددين كسرية لهم نفس المقام إذا وصلت الهدف لهم مقامي ما سنقوم سنقوم بنفس الطريقة التي سنقوم به إذا سنقف مدام لديهم مقام 1 إلى 12 و سنقوم بعمل الجمع بسيطة وعادية بسط تعبير الأول زائد البسط تعبير الثاني سنقوم بسط إلى 12 وهو الشكل النهائي إذا فهذا تلميذ وبسط المرحلة أنني تعلمت وعرفت كيف نقوم بعمل جمع عددين كسريين لهم نفس المقام وتوفق أنني تعرفت كيف نقوم بعملية جمع عددين كسريين بالرغم من اختلاف مقامي هما نفس الخطوات سنقوم بها في عمليات الطرح نأخذ المثال الأول المثال الأول المثال الأول هو 8 على 4 ناقص جوجة 4 إذا أنا كتنميذ اليوم لأساة طلب مني أنني نقوم بحساب طرح عددين كسريين كيف ما يكتوب من هذا المثال سنركز ونحاول أن نقرأ بعد المثال 8 على 4 ناقص جوجة الخطوة الثانية سنحاول أن نمشي عينية يمشي ومقامي العددين الكسريين سنقوم بأن لديهم نفس المقام سنسهل العملية سيكفي أن ندمجها في مقام 1 ونقوم بعملية طرح عادية البسطين إذا سنقوم ب مقام 1 سنقوم بعملية طرح عادية ثمانية ناقص جوجة هي 6 على 4 هذا المثال طرح عددين كسريين لهم نفس المقام المثال الثاني سنرى طرح عددين كسريين مع اختلاف مقاميهما إذا نقرأ المثال لدي باكة 25 على 4 ناقص ثمانية 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 الخطوة الأولى التي نركز معها كثمانية هو أننا نقوم بتوحيد مقاميهما سنحاول ما أمكن نرى مضاعفات العدد 3 و نرى مضاعفات العدد 4 ونأخذ أصغر مضاعف مشترك بين 4 و 3 إذا قمت في الوصخة بكتابة مضاعفات سنأخذ ونأخذ ونكتب المضاعفات 3 سنكتب مضاعفات 4 ونأخذ أصغر مضاعف مشترك ونجد أنه 12 ونحاول ما أمكن ما أمكن من المضاعف من المضاعف مشترك 12 سنحاول ما أمكن أن نحول 4 12 ونحول 3 كما نحول 4 سنضرب 3 3 وإذا ضربت المقام 3 نفس العملية سنقوم بها في البسط سنضرب 3 لا ننسى لا نضرب المقام وننسى البسط سنضرب 3 كذلك 3 سنضرب سنضرب المقام 3 4 سنضرب ونحسب العملية عادية 25 75 4 12 ناقص 8 32 3 4 12 إذا وسط العددين كثريين وهما نفس المقام وهو 12 سنقوم بعملية الدمج عددين كثريين في مقام واحد سنكتب مقام واحد وهو 12 سنقوم بعملية طرح عادية 75 32 43 12 في هذه الأمثلة قدرت أنني كتلميذ تعلم نقوم بعمليات لجمع عددين كثريين لو ما نفس المقام جمع عددين كثريين بالرغم من اختلاف المقام وكذلك نفس الشيء بالنسبة للطرح هنا كتلميذ ستحاول ما أمكن تراجع دروس وتكون تلميذ مشاهد وتنافس مع تلاميذ التي في القسم والتي تعمل ومشاهد وتحاول ما أمكن تراجع جيد وتعمل على تخرج التطبيق إذا فهمت هذه خطوات ستقدر أن تخرج التطبيق أو التبريل الذي سيجعل هذا فيديو إذا كتلميذ و فهمت معنا هذه المراحل التي قمنا بهم كاملين سنجعل هذه الأعداد الكسرية عملية الجمع ستحاول ما أمكن تقوم بهم بمفردك ببحدك خذ الوصاخ خذ دفتار المراجعة دفتار جمع هذه الأعداد الكسرية لديهم نفس المقام بحال هنا 1-4-3-4 وخذ أمثلة من عندك المقام مختلف وحاول ما أمكن تطبق الخطوات كاملين وعليك ستسافد أكثر وبتوفق وشكر